لو كان للموت رائحة لخرجت من هذا المكان الى احدى غرف الطوارئ في مستشفى اوغليوبو السغير في مدينة كريمونا باقليم لومبارديا شمال ايطاليا معظم المرضى هنا من الحالات المستصية ممن يعانون من صعوبات شديدة بالتنفس بعض اصابتهم بفيروس كورونا المستجد يجهد الاطباء لعلاجهم لكنهم يفشلون احيانا لان معظم المصابين من المسنين جهاز منعاتهم ضعيف امام فيروس شديد المراس لا يرحم رومانو بولوشي طبيب ايطالي متقاعد اعاد الى ممارسة مهنته بعد سماعه بتفشي الفيروس القاتر في المدينة يقول انه جاء للمساعدات في المستشفى لان اصعب الامور بالنسبة اليه هو مشاهدة الناس يموتون دون ان يتمكنوا من وداع اهلهم واحبائهم رأيت الكثير من الموتى هنا ولكن هناك من ننجح في ارسالهم الى المنزل بعد تماثولهم للشفاء او ارسالهم الى مستشفيات اخرى لمواصلة العلاج اود ان اقول ان حوالي سبعين بالمئة من الناس تمكنوا من البقاء على قيد الحياة ثلاثة الطباء ايطاليين توفوا في الاربع والعشرين ساعتنا الماضية بعد اصابتهم بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الضحايا بين الاطباء الى عشرة انه مستشفى صغير لكنه يستقبل الكثير من المرضى لقد وصلنا الى درجة لا نستطيع ان نستقبل مرضى جدد ليس لدينا موارد كافية وخاصة الاطقم الطبية والمشكلة الان ان بعض الاطباء والممرضين بدأوا يمرضون واخرون توفوا بسبب الفيروس لا تزال لومبارديا المنطقة التي تضم ميلانو العصمة الاقتصادية للبلاد المنطقة الايطالية الاكثر تأثرا بفيروس كورونا